أعزائي المتابعين لدينا هنا مصباح متصل بالخط البارد ويخرج منه الطرفين لتوصيلهم بمفتاح لنبدأ الآن بتوصيلة الخط الحامي مع الراجع لضاية اللمبة الآن سنقوم بتحويل هذه التوصيلة إلى توصيلة إنارة المصباح من ثلاثة أماكن نحتاج ثلاثة أسلاك فقط اثنين متشابهين وواحد مختلف هذا هو المفتاح الوسط سلم نقوم بوضعه في الوسط يحتوي على أربعة نقاط أما مفتاح الطرف سلم فيحتوي على ثلاثة نقاط نضع كل واحد في طرف من أطراف التوصيلة نقوم أولا بتوصيل الخط الحار الأحمر مع الخط الحار الأحمر لنقله إلى المفتاح الأيمن في الجهة اليمنى على نقطة مشتركة الخط الحار والخط الراجع سنقوم بتوصيلهما إلى النقاط المشتركة في كلا المفتاحين الحار على النقطة المشتركة أيضا نقوم بوصل الخط الأصفر الراجع من المصباح على النقطة المشتركة في المفتاح الأيسر الخط الحار والراجع إلى النقاط المشتركة بقي الخطين المتشابهين نقوم بتوصيلهما عشوائيا في كل من النقاط الحرة في المفتاح طرف سلم الأيمن والجهة الأخرى أيضا نقوم بتوصيل هذين الخطين بالنقاط الحرة في المفتاح طرف سلم الأيسر هنا تكتمل الدائرة من مكانين سنجرب تشغيل إطفاء من المكانين جاهزة الآن سنقوم تحويلها إلى ثلاثة أماكن فقط ما علينا هو فصل التيار الكهربائي ثم نقوم بقطع هذين السلكين فيصبح لدينا أربعة أسلاك أو أربعة أطراف سنقوم بتوصيلها مع الوسط سلم هنا الطرفين وهنا الطرفين الجهة اليمنى نقوم بتعارية الأسلاك أولا وتجهيزها لتوصيلها في النقاط الأربعة الجهة اليسرى نقوم بتوصيلها في الأعلى مثلا والجهة السفلة في الأسفل أو العكس صحيح المهم يحتوي هذا المفتاح إلى مجموعتين متشابهتين في الخصائص نقوم بتوصيل كل جهة في طرف سلم من المفاتيح سنقوم بتجربة الآن النارة اطفاء النارة اطفاء الوسط النارة اطفاء النارة اطفاء مع تحيات قناة فادي التعليمي والسلام عليكم ورحمة الله